أهلا من جديد انخفض سعر صرف العملة الروسية لأدنى مستوى منذ أوائل مايو أيار الماضي حيث تخطى الدولار مستوى السبعين روبلا وارتفاع بحدود واحد واربعة عشر في المئة تقريبا طبعا هذا يأتي في ظل مخاوف من تدايات العقوبات الغربية المفروضة على قطاع النفط والغاز في روسيا الروبل أيضا خسر أكثر من عشر في المئة بالفعل أمام الدولار هذا الأسبوع وكما يظهر حاليا على الشاشة أكثر من عشر في المئة منذ دخول السقف السعري للنفط الروسي حيث تنفيذ في الخامس من الشهر الجاري يرجع خبراء أحد عوامل قبوط العملة الروسية لانخفاض العائدات النفطية وأيضا زيادة الوردات طبعا يشير الخبراء إلى زيادة وطيرة الطلب على النقد الأجنبي خلال الشهر الجاري في روسيا مع زيادة عمليات الاستيرات خلافا لأشهر الماضية خلال تلك الفترة أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن الموديعين الروسي يقللون من اعتمادهم على النقد الأجنبي في حساباتهم في المصارف الروسية هذا أدى إلى انخفاض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية لما دون ستين مليار دولار لتسجل أدنى مستواتها في عشر سنوات تقريبا بالنسبة لأسواق الطاقة أسعار النفط عزيزة مكاسبها بعد أن أشارت البيانات إلى سحب أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكي لكن قلل من تلك المكاسب مخاوف متزايدة بشأن معدلات الطلب في الصين أيضا مسألة هبوب عاصفة تلجية متوقعة أن تؤثر على حركة السفر في الولايات المتحدة الأمريكية كما يضح المكاسب بأكثر من 2% بالنسبة لكل من خام برينت وخام غرب تيكسس هذه المكاسب تأخذ خام برينت إلى الاستقرار فوق 81 دولارا ب72 سنة ووتيرة المكاسب تسجل دولار و73 سنة تقريبا بينما هذه البترول الأمريكية ظهرت تراجعا أسبوعيا في مخزونات الخام بأكثر من 3 ملايين برميل مقارنة مع توقعات بنخفاض بمقدار 1.700.000 برميل الخام غرب تيكسس تزيد وتيرة المكاسب فيها عن 2% لتسجل حوالي 12% تقريبا ويستقر عند 78 دولارا وسنة واحد بالنسبة لأسعار الغاز هناك تراجع في أسعار الغاز الأوروبي لما دون 100 يورو ميجاوات لكل ساعة كما يظهر حاليا وصل إلى 98 يورو لكل ميجاوات ساعة هذا هو أدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر مع انحصار المخاوف بشأن الإمدادات وتوقعات بدفء الطقس في أوروبا الغاز الطبيعي أيضا البريطاني يتراجع بوتيرة تصل إلى حدود 6.5% تقريبا وارتفاع وحيد بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي الأمريكي بحدود 13.7% وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أعلنت أن استهلاك الغازي في الاتحاد الأوروبي انخفض بعشرين في المئة في الأشهر الأربعة الماضية مع التخفيض الطوعي للاستهلاك في الدول الأعضاء وذلك مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة لنفس الفترة وهو ما يزيد عن هدفه الذي يبلغ 15.100 تقريبا بالنسبة لأسعار الغاز العالمية تشهد تقلبات حد منذ شباط فبراير الماضي بسبب تدعيات حرب روسيا على أوكرانيا أيضا المخاوف بشأن الإمدالات مع سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادي على الغاز الروسي آلية تحديد الأسعار تتنوع من بلد إلى آخر نتابع المزيد من التفاصيل في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكالة الأنباء السعودية أكد الوزير أن قرار التحالف بخفض الانتاج الذي تعرض لانتقادات شديدة تبين أنه القرار الصحيح لدعم استقرار السوق أضف أن قضية تسيس الإحصاءات والتوقعات أمر غير موضوعي وعادة ما يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى ثقدان المصداقية وكانت الدول الأعضاء في أوبيت بلس قد اتفقت في الرابع من الشهر الجاري على مواصلة خفض الانتاج بمليوني برميل يوميا حتى نهاية العام القادم تجري الحكومة التركية وشركات خاصة محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء مفاعلات نووية صغيرة واستمساء البلاد للتخلص من الفحم كمصدر للطاقة نقلت وكالة بلومبرغ عن جوستين فريدمان كبير مستشار التنافسية التجارية في مجال الطاقة النووية بوزارة الخارجية الأمريكية أن هناك مجالا كي تشتري تركيا خمسة وثلاثين مفاعلا نوويا صغيرا أوضح فريدمان أن تركيا تسعى لتوليد حوالي عشرين جيجا واط من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول عام الفين وخمسين توجد في تركيا حوالي ثمان وستين محطة للطاقة الكهربائية تعمل بالفحم وقد أسمت خلال العام الماضي في تلبية حوالي ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء في الصين زالت الواردات من النفط الروسي بسبعة عشر في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة بمستواها خلال ذات الفترة قبل عام يأتي هذا بعدما سرعت المصاف الصينية من مشتريتها قبل تعطل الشحنات بسبب تطبيق السقف الساري على النفط الروسي المنقول بحرا الذي فرضته مجموعة الدول السابة والاتحاد الأوروبي ويبلغ السقف الذي أقر في الخامس من الشهر الجاري ستين دولارا لكل برميل ودفعت زيارة الواردات الصينية روسيا لتصبح أكبر مزود البلاد بالخام متجاوزة بذلك السعودية وأظهر بيانات الجمارك الصينية أن إمدالات الخام الروسي بما فيها المنقولة بخط أنبيب شرق سيبيريا ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى نحو سبعة وأربعين مليون برميل إلى اليمن حيث تراجع سعر صرف العملة المحلية الريال لأدنى مستوى له في ثمانية أشهر أمام الدولار وجرى تداول الدولار اليوم مقابل أكثر من ألف ومائتي ريال يمني وسط شح النقد الأجنبي في محال الصرافة ويأتي هبوط الريال بعد تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن توقف تصدير النفط بسبب هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية ونبه العليمي إلى أن الحكومة ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين أما في سوريا فيواصل سعر صرف الليرة التراجع الحاد أمام العمولات الأجنبية الرئيسة مسجلا أرقاما قياسية تراجع العملة السورية ليسجل أرقام قياسية منخفضة جديدة حيث تجاوز سعر صرف الدولار اليوم في أسواق دمشق 6400 ليرة